السلام عليكم. شوفوا معي. هذا واحد ايطالي. جاء من ايطاليا نعم سيدي. لقى بعد الاشغال في اقادير. عجبوا الطريق ذلك الشي اللي صوبوا صراحة مدينة اقادير ولا تحد اخرى. مش سيدي شراء ميزان لما قد يدير ميزان لما الطريق. قال لي هو. المسؤولين في ايطاليا. قال ليهم علاش نشو مما تديروش حال هذه الخدمات. اه يا اخويا المغربي. اه تقول لو تيضربوا بكلمات ثلاثة. اه الطاليان اللي دي ما احنا نقوله الطاليان طاليان طاليان اهو. طالياني جزيارة المغرب اهو. فرق عليهم. المهم سنشوفوا الفيديو. هنا ده بجاب الميزان لما تديرو مع ذاك القادوس. قال لي شوف. قال ليش علاش? قال ليهم علاش? احنا ما يكونش عندنا بحالة في ايطاليا. قالك ايطاليا اكترة المال فيضانات والضوضانات. اه. در مقارنة نشوفوا الفيديو. المهم. الناس ديال. الناس ديال الطاليان يشرحوا لي نكتبوا لينا في التعاليق. الناس اللي جاء ليها المغربية ولا اي واحد. المهم. اترجم الناس اللي اسميتوا. لان انا الفيديو درت لي اترجمه. ما عارفه شنو تيقول. شوف. لما يجي عود ثاني شي واحد. انا ماشي درت مقارنة مع ايطاليا. انا هدرت على ردة الفعل ديال ايطالي. تبزيني. هو ربما عايش شيء بالاصفة ايطاليا. ما نمساكن على حتى وما يما. عندهم الفساد وعندهم اسميتوا. تكلم على هاد القاضية. هو جاء المغرب اول مرة. تلقى مع القتلقة مع الاشغال ديال مدينة اقادير. لقى دكش يكون شيء يزوين. اه. المامار ديال الرجيلين. نفس الوقت تتقاد. دكش ديال الباسواي. صراحة باش نكونوا واقعيين. مدينة اقادير. انا رادي مثلا مشيليها. ومعها هي قريبة لي. قريبة لمدينة صورة. صراحة. ثلاث سنين اخرى. ولا عامين اخرى. مدينة اقادير. تبدلات. تلتمية وستين درجة. ما نكذبوش. وما زال هناك شيء. بالله يصحرين. ما زال خسومة تتقاد. ولكن في المدينة. والبلايس المعروفين في اقادير صراحة. ما نكذبوش. والله يتعاقوا يا انا شفت ذلك شيء الطب. من ناحية تجرى دي. من ناحية تطريق. من ناحية جيت اقادير وفلا. مارينالا. كوت. المدينة الواس. جيت اسميتو. سوق الحد. سوق زجان. كل شيء مصرع. صراحة. طريق دير. بلايس ديال بيكالة. ديال التنوبيلات. ديال الباسوائي. والله لا. وما زال ان اشغل. اتشارة. يا الله البداية. ما زال ما زال الخير جديد للقدام. ومن هدروا انتها غزوط انزاودوك النواحية التعمال. صراحة اقادير. صحة ناس اقادير. ولا لا بصحتكم. صحتكم. وما زال. ما زال تجي فيه. ما زال ما تلقوص الباسوائي. ما زال. اه الطريق اللي غادي تتزمي اللي هيها. ما زال جهة الملعب ديال اقادير اللي غادي تتقد كامل. اه ما زال ما تلقوش ديك البلاصة ديال الطاكسيات جهت تحت اقادير اوفلا. والمون اللي غايكون في اقادير. بزاف ديالي حويش كينين تماما. ما زال فيهم الاشغال. اذا مبروك الناس اقادير. نتمنوا المدن المغربية كاملة نشوفوهم حالك. ولكن هناك مبادرة للصاحب الجلالة. لا مهم. خليكم دابا باش نسمعوا هذا الطالياني. موسيقى نحناني. 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 نحناني perché là così usano magari materiali migliori, perché in Svizzera usano materiali migliori, perché magari in Marocco usano materiali migliori e fanno le strade come Dio comanda, visto che quando le ho visti fare ad Agadir stavano facendo mezzo metro di fondo stradale. Traffico, ho macinato centinaia di chilometri fra Casablanca, Agadir, Marrakesh, è pieno di traffico, c'è forse più traffico che da noi, ma cosa stiamo raccontando? Io non vengo a dire che tutto è meglio, però per tutti i chilometri che ho fatto vi posso garantire che le strade lì in Marocco sono meglio di noi in Italia, purtroppo, purtroppo dico, magari avessimo quelle strade lì, magari avessimo quelle strade lì, devo dire che per tutto quello che ho visto, che ho girato, le strade sono meglio che da noi, meglio che da noi. Ragazzi, ho appena parcheggiato, vado a prendermi un caffè perché sono distrutto, sono distrutto come le strade qui in Lombardia, oggi ho fatto la provincia di Come Milano, ci sono le strade che sono maciullate, maciullate, buche ovunque, ho preso prima una buca, pensavo di aver distrutto la macchina, è una roba allucinante, poi sono passato da posti dove ci sono buche che ci sono comunque da mesi, non è che poi le hanno riparate, per non parlare della situazione strade acqua, allagamenti da tutte le parti, 3-4 volte mi sono cagato ad osso di rimanere dentro, cioè strade allagate, puzza di fogna che vengono, praticamente l'acqua viene trascimata fuori, un disastro, un disastro, ma perché? Perché i bombini non vengono puliti, non fanno manutenzione, non puliscono gli sfoghi da parte, le solite cose, le solite dico!